خشوا على الصفحة الأخيرة لأ بنكك بخير قوي قوي طيب أنا عندي احتياطات دولية وكافية لعدد من الشهور لتغطية الواردات طيب الصافي بتاع الاحتياطات الدولية دي بتاعتي قد ايه عندي نسبة زيادة صافي الاحتياطات الدولية مية وتمانية من عشرة مية وتمانية في المية واربعة من عشرة دي الزيادة لإيه لأننا كنت في يونيو 16.7 من عشرة في يونيو عشرين 23 بقيت 34.8 من عشر عدد شهور تغطية الواردات كانوا تلاتة ونص شهر بقنا خمسة وستة من عشر طيب شوفوا العملات الأجنبية اللي كانت عندي العملات الأجنبية اللي كانت عندي كانت تقريبا تلاتتاشر ونص مليار دولار بقت كان بقت ستة وعشرين واثنين من عشرة مليار دولار طيب أنا عندي دهب بقد إيه كان عندي زمان في إبريل 14 دهب قمته اتنين وسبعة من عشرة مليار دولار تاتش وود بقنا تمانية مليار دولار أقبرنا يبقوا تمانين مليار دولار الدهو قدود طيب وحدات حقوق السحب الخاصة كانت سحب خاص بقى إيه ما قولكش سحب بترتكز على ستة عملات دولية وطبعا يعني كانت عبارة عن الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني واليين الياباني بالمناسبة وطبعا الجنيء الاسترليني كان عندنا واحد وثلاثة من عشرة مليار دولار وصلنا الكام نزلنا بيها في تلاتة وعشرين لتلتمائة مليون دولار أيوة كده طب قروض صندوق النقد قروض صندوق النقد أنا بقى كان علي تقريبا صفر فاصل صفر تمانية مليار دولار دلوقتي هم صفر زيرو 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 ترجمة نانسي قنقر